نظرة سريعة على جغرافيا السودان وتاريخه الحديث وسياسته الحالية لنفهم اكثر ماذا يعني اليوم رفع العقوبات عنه فهذا البلد الممتد على مساحة مليون وثمانمائة وستة وثمانين الف كيلومتر مربع والمقدر عدد سكانه بنحو اربعين مليون نسمة لم يعرف الاستقرار منذ استقلاله عام ستة وخمسين الا نادرا الصراعات القبلية ارخت بثقلها على السودان الذي يحتضن نحو اربعمائة قبيلة ونحو اربعين فئة اتنية وغالبية الصراعات سببها التنافس على مصادر المياه والاراضي الصالحة للزراعة والمراعي في بلد تشكل الزراعة فيه المورد الاساسي لاكثر من ستين في المائة من السكان ويعيش اكثر من نصف السكان تحت خط الفقر اقتصاد السودان تلقى ضربة موجعة ايضا عام 2011 حين انفصل عنه جنوب السودان الذي يضم 73% من الثروة النفطية كما ان انفصال جنوب السودان عزز النزاعات الانفصالية والصراعات الدامية في مناطق اخرى لا سيما اقليم دارفور والنيل الازرق واقليم كوردوفان حيث يتهم السكان السلطات السودانية باهمال مصالحهم وسط كل هذه الصعوبات جاءت خطوة رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لتحيي الامل بامكان تحقيقه قفزة الى الامام هذه المبادرة حية للسودان ما الذي ادى في السياسة الى تحقيقها انه على الارجح الانتقال التاريخي للسودان من حضن ايران الى حضن السعودية فالسودان بدأ مرحلة الابتعاد عن ايران في العام 2014 عندما اقفل المراكز الثقافية الايرانية على اراضيه لاتهامها بنشر التشيع هذا فضلا عن خيبة السودان من مستوى الدعم الاقتصادي الذي كان موعودا به من ايران للتخفيف من اثار العقوبات عليه الابتعاد عن ايران تلقفته السعودية فوعدت السودان باقناع واشنطن برفع العقوبات عنه السودان ترجم عرفانه للمملكة فانخرط بالتحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن وتابع بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران في العام 2016 تضامنا مع السعودية عزل ايران هو ما تريده ايضا ادارة ترامب وهو مساعد في قرارها رفع العقوبات وفي كل الاحوال شعب السودان يستحق بعد تاريخ من الحرمان